بسم الله ازايكم عاملين ايه؟ في البداية صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وما تنساش الاشتراك في القناة جايب لكم النهاردة اخر الاخبار في الساحة الرياضية تحفز امني على طلب الاهلي بحضور الساعة الكاملة من الملاعب في مباريات الموشم القادم الاهلي يستعد للإعلان عن تجديد عقد محمد هاني بعد الحصول على توقيع اللاعب مصدر بالاهلي ينفط عقده مع مهاجم غنيا بيساو زين هو جانو المقاولون العرب يعلن ضم العربي بدر بعد فسخ عقده مع الاهلي الاهلي يطلب من اتحاد القرى تحديد موعد ومكان السوبر المصري بين بطل الدوري والكاس ارسل النادي الاهلي خطابا الى الاتحاد المصري لكرة الكدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكاس رسميا زد يضم لاعب الاهلي محمد اشرف مصادر من نادي الزمالك لا عبوا الزمالك يتفقون على عدم العودة للتدريبات الا بعد الحصول على مستحقتهم المتأخرة الزمالك يفقد مقعده في ربطة الاندية بعد اعتذار امير مرتضى منصور الزمالك يرفض بها زيزو يبلغ اللاعب برفض كل العروض المقدمة له وسوريو يتراجع عن فكرة رحيل عمر السيسي ويتمسك باستمرار اللاعب مع الزمالك في الموسم الجديد احمد دياب رئيسا لربطة الاندية ومتعب نائبة اعلن نادي براميدز عن ضم اللاعب محمد رضا بوبو قادما من صفوف فيوتشار رسميا فنربخشا يعلن اتفاقه مع المقاولون العرب لضم عمر فايد اللاعب سيصل الى تركيا في الساعات المقبلة لاجراء الفحوصات الطبية رسميا المصري البور سعيد يعلن عن ضم اللاعب باهر المحمدي قادما من الاسماعيلي وفقا للكاسر قطارية محمد صلاح وفق على الانتقال الى التحاج جدة ومنحه الضوء الاخضر للتفاوض مع الفربول تقارير صحفية نادي النصر السعودي يخطط للتعاقد مع البرازيلي إليسون بيكير حارس مرمى فريق لفربول الصحف الاسبانية برشلونة يرغب في التعاقد مع تاليس كلاعب نادي النصر السعودي الهلال السعودي يكسف مفاوضاته لضم المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية وفي النهاية ما تنساش الاشتراك في القناة واشوفكم في فيديو جديد